وزير العدل دكتور بسام التلهوني قال إن النيابة العامة جزء من القضاء وقرارتها واجبة نفاذ مشيرا إلى أن هذه القرارات قابلة للطعن وأن الحكومة ملتزمة بالمسار القضائي كما شدد على أن قرار منع النشر يستند إلى صلب أحكام القانون إن القرارات الصادرة عن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي قرارات نافذة في مواجهة الكافة ونافذة أيضا في مواجهة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعلى جميع الأفراد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات احترام تلك القرارات والامتثال لها وتنفيذها واجب على الجميع وبطبيعة الحال فإن مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة ويتوجب عليها وبموجب القانون إن فاذا تلك القرارات ولا بد من الإشارة إلى أنه ووفقا للنصوص القانونية الناظمة للموضوع فإن كافة القرارات الصادرة عن النيابة العامة بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها وتوقيف أعضائها هي جميعا قرارات قابلة للطعن بها أمام المراجع القضائية المختصة وإن الحكومة تحترم هذه القرارات ونتائج الطعن فيها وتلتزم بها وتنفيذها بحكم القانون أما فيما يتعلق بالقرار الصادر على النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فهو يستند لصلب حكم القانون وذلك لخصوصية التحقيق لدى المدع العام والذي يتسم بالسرية ولغرض عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوة أو مجريات التحقيق أو ضده اشتركوا في القناة